السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنوية عامة عشرين وواهد وعشرين. زيكم شباب. ويا رب دايما تكونوا خير. ده الجزء السادس من الوحدة السبعة. اللي بنحل فيه اسئلة كتاب جيم. احنا حلنا كتاب المعاصر كله. وحلنا كلمات كتاب جيم. وبنحل الجرامر. شرحنا القاعدة على الصبورة في الجزء التاني. وقالنا الكلمات في الجزء الاول. كل ده هتلاقيه في الوصف. غير الوحدات اللي فاتت. وغير الجروب ستاعت الفيسبوك والواتساب. كل ده وتعمل لايك وكمنت الفيديو. وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعر الجرس. ويلا روح نهل ونرجع لبعض التاني. الجملة نمبر وان بتقول افتر بيجي بعدها ماضي تام. فانا عايز هادو تصريف التالت بس استنى. الخطاب ما بيبعتش ما بيكتبش. الخطاب ات كتب فيبقى مجهول في الماضي التام. اللي هو هاد بن ريتن لتر دي. نمبر تو ذا تليفو النوت باي تم اختراع التليفون. فهنا التليفون ما اختراعش نفسه ولكن اخترعه. يبقى مجهول بس في الماضي البسيط يبقى هي لجابة صحيح. نمبر ثري. نمت. سقطت نائما. بينما الفيلم كان بيتشاف. طبعا الفيلم ما بيشوفش نفسه. بس مجهول. بس انا بعد بيجي بعدها ماضي مستمري. انا عايز ماضي مستمر مجهول. لها واس بيينج والتصريف الثالث واس بيينج واتشد لتر اي. نمبر فور. ماي كار نواد باي ذا ميكانيك اند اي كانت بيكت اب تمورو مورنينج. العربية اه اتصلحت بواسطة الميكانيكي وانا اقدر اخدها بكرة. كويس. العربية اتصلحت في المضارع التام. اش معنى? لان اه حدث تم منذ لحظات. واثره باقي. انت فات معاك وانا باشرع قاعدة لكده قلت لك ان المضارع التام يعبر ان في حاجة حصلت لسه خلصانة. توا او حالا. كويس. عرفت ازاي ما هو بيقول اقدر راح اخدها بكرة. يبقى هي خلصت خلاص. خلصت في المضارع التام. اوكي. يبقى العربية اكيد طبعا ما صلحتش نفسها. العربية اتصلحت. فيبقى مجهول في المضارع التام. اللي هي نابر فايف. بطولة بطولة الابطال سنة الفين وعشرة نقط بواسطة انتر ميلان. زي بيت اه بايرن ميونيخ وفازوا او هزموا بايرن ميونيخ اتنين صفر. فازوا على بايرن ميونيخ اتنين صفر. البطولة اتكسبت. المجهول بتاع فاز ايه? اتفاز بيها? اتفاز بيها. اتكسب. تم اكتسبها. اوكي. مجهول في الماضي يا جماع. وخلاص يعني سيبك من العربي. واس وان. وخلاص. تصريف تالت. متحايرناش معاكم. بصعة التراب ده. يبدو كأن الغرفة لم تنظف لمدة شهر. خد بالك انت شايف زي ما انت شايف. كان ما تدل على مضارع التام. وبالتالي انا بفكر يا ترى مين المضارع التام بس مجهول. خلاص. الغرفة لم تنظف. اكيد ما يفعش اقول الغرفة نظفت. او ما نظفتش. الغرفة ما نظفتش مجهول. تصريف التالت. الكتاب كان بيقرأ بواسطة الولد عندما انطف عن نور. لذلك معرفش يكمل اراية. الكتاب كان بيت اي. طبعا انت شايف وين في النص. وبعدها ماضي بسيط. وقبلها اكيد هيبقى ماضي مستمر كان الكتاب يقرأ. ماضي مستمر في المجهول. والتصريف التالت. التربيه. تم شراء العربية. طبعا انت فعارف ان بيقى بعدها ماضي تام. والناحية التانية زي ما انت شايف ماضي بسيط يبقى انا عايز هنا ماضي تام. ماضي تام في المجهول. والتصريف التالت. لتر اي. نوع قديم كده ومبكر من الصمغ او اللاسق. الماضي اللاسقة. نوات with flower and water. بيتعمل بالدقيق والمية. او اتعمل بالدقيق والمية. نوع قديم من زمان. يبقى ماضي بس مجهول. يبقى تقرير البوليس بيقول. ذات 20 كارز. نفي عربي. عشرين عربية. not in our area. already. تم تدمرهم. في منطقتنا بالفعل. خلي بالك ان في already. already كلمة تدل على مضارع التام. هاف او هزو تصريف التالت. بس في المجهول. هيبقى have been. لان العربيات ما دمرتش نفسها ولكن دمرت. have been damaged the letter b. when the earthquake occurred. عندما حدث الزلزال. the pancakes not in the kitchen. البانكيك كان بيتعمل في المطبخ وما كانش بيعمل نفسه. كان بيتعمل يعني كان مجهول. بس في الماضي المستمر لان كان مستمر لسه بيتعمل. فيبقى was aware being. وتصريف التالت اختار دي were being made. لانه بانكيك سيجمع طبعا. number twelve why not before selling the house? آآ لماذا لم آآ اخبر انا قبل بيع المنزل? لماذا انا ما اتبلغتش before selling the house? طبعا انت عارف before قبلها ماضي تام. فبالتالي انا عايز ماضي تام في المجهول. وانت عارف كمان ان بعد هواي اللي هي اداة الاستفام لازم نحط الفعل المساعد. فيبقى انا عايز ماضي تام had مجهول في bin ولازم يبقى had قبل اي حاجة لازم يبقى اداة الاستفام. يعني باختصار لما لم اخبر? لاتر دي هي الاجابة الصحيحة. ثرتين. a black and white cat. قطة بيضة في اسود. not from the top of a tree earlier today. آآ تم انقذها من على قمة الشجرة بدري النهاردة. طبعا احنا بتكلم بدري النهاردة. ده كلمة تدل على الماضي. ولازم يبقى مجهول ان القطة ما انقذتش الناس. ولكن الناس هما اللي انقذوا القطة. فيبقى انقذت letter b. was risked letter b. هي الاجابة الصحيح. اربعة عشر. بواسطة الجنيني. طبعا كان ما تدل على مضارع التام. هفا وهزو تصريف التالت ولان الاشجار ما بتزرعش. فيبقى مضارع تام مجهول. have been planted letter a. what not by tamer on the disk when the teacher saw him. ايه اللي كان بيتكتب اه بواسطة التامر على الدسك لما المدرس شاف. وطبعا انت عارف ان بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر بس لازم يبقى ماضي مستمر مجهول عشان كان بيتكتب بواسطة التامر فيبقى. all the tickets كل التزاكر اتبعت قبل اه we got before we got to the booking window. قبل ما نوصل احنا لشباك التزاكر. طبعا before قبلها ماضي تام. had وتصريف التالت بس التزاكر ما بيتبيعش يبقى مجهول. had been والتصريف التالت had been sold letter c. 17 the ephel tower borg even not by uh gustav ephel and its its construction was completed in 1889. تم اه تصميم ال البرج ده بواسطة هذا الرجل gustav ephel. فبالتالي وتسمع عليه اسمه طبعا. فبالتالي اتصمم في الماضي البسيط انت شايف حتى التاريخ ماضي. فييبقى ماضي بسيط مبني المجهول was design letter a هي اللي جابة الصحيح. the missing painting not recovered yet. painting الرسمة وطبعا زي ما انت عارف ده مجهول عشان الرسمة مش هي اللي ه recover. فبالتالي مجهول يبقى verb to be والتصريف التالت. وعشان يت طبعا زي ما انت شايف اخر جملة في المضارع التام المنفي بقى hasn't been وتصريف التالت recovered. the tv not so i turned it off. اه التلفزيون مكانش بيتشاف. مكانش متشاف. محدش كان بيشوفه. مجهول. اه wasn't being watched. مكانش بيتشاف في الماضي المستمر. wasn't being watched. after the dishes not they were put on the shelf. بعد ما الاطباق اتغسلت اتحطت في على الرف. طبعا after بيجي بعدها ماضي تام اللي هو هادو تصريف التالت بس الاطباق مجهول لان ما غسلتش يبقى had been والتصريف التالت. the film not by many millions of people since it was made in 1968. شايف since? اوكي. كلمة تدل على المضارع التام. فبالتالي انا عايز جملة في المضارع التام بس مجهول. الفيلم اتشاف بواسطة مليون الناس منذ ان اه صنع هذا الفيلم في عام 1968 يبقى has been watched it has been عشان since. what should? letter b. during the second world war اثناء الحرب العامية التانية رادار not for the first time to help planes to land. استخدم الرادار علشان يساعد الطيرات ان هي ترسو. كان بيستخدم في الماضي المستمر بس في المجهول was being used letter c. there are now parts of space that not after their explorers. اه يوجد بعض المناطق في الفضاء تم تسميتها على المستكشفين بتاعها. اوكي. انا عايز مجهول لان المناطق اتسمت مش بتسمي فانعايز تصريف التالت. واخد بالك ان انا هنا بتتكلم عن جمع مجهول في الجمع. have been named letter b. the first rocket اول صاروخ. اول صاروخ تم اطلاقه في الماضي البسيط. عشان في سنة قديمة اللي هي اربعة واربعين فتم اطلاقه في الماضي. لو اواز وتصريف التالتي باواز سنت. كتير من سفن فضاء. كتير من سفن الفضاء كانت طارت للامر قبل رحلة اابولو في عام 1969. اوكي. السفن الفضاء هنا مش اطيارت هي طارت. فالجملة دي معلوم مش مجهول خد بالك. يعني فيه ناس بتغلط في وسط الجمل دي. بس الجملة دي معلوم. طارت عادي. فهيبقى هاد. بس خلي بالك بيفور في النص. وقابلها المفروض ماضي تام هيب هاد. هاد فلون وخلاص. ماضي تام في المعلوم. بش المجهول. يبقى ليه تربيه يا رجا بس صحيح. هاد فلون. 26. الجزء المظلم من القمر كان من الممكن ان يتشاف في الصور اول مرة كان ممكن ان تشاف في سنة 1959. خد بقى لك ان كود بيجي بعدها المصدر من العفعال النقصة. فاي حاجة بيجي بعدها المصدر زي ما اتفقت معاكم بيجي بعدها المصدر. يبقى ما تيجي تتبني المجهول يبقى بي والتصريف التالت. كود بي سين لتر ايه. سبعة عشرين. نوات انكايرو ريسنتل. ريسنتل كلمة تدل على المضارع التام فيبقى هافة و هاسبين والتصريف التالتة عشان الكباري ما بتبنيش. الكباري بتتبني. مجهول في المضارع التام. تمانية عشرين. لما وصلنا الفندق. الاودة بتاعتنا كانت بتتجهز. طبعا وين? بعدها ماضي بسيط وانا عايز بعد كده ماضي المستمر. اللي هو ايه الماضي المستمر? في المجهول طبعا والتصريف التالت لترسي. تسعة وعشرين. الهوس البيت اه اه كان اه تعمل له قبل الحفلة. طبعا بفور بيجي قبلها ماضي تام بس انا عايز هنا ماضي تام في المجهول. هاتبين والتصريف التالت هاتبين كان بيتزين. اتزين قبل الحفلة. ترسمت في القرن التسعة عشر. القرن التسعة عشر ماضي بسيط عادي جدا بس اترسمت في المجهول. يبقى was painted. لما دخلنا الاوضة السراير ما كانتش اتعملت. اوكي? اكيد ما كانتش اتجهزت يعني. السراير ما بتجهز نفسها فلازم يبقى مجهول. يبقى اما اه وطبعا بتكلم في الماضي يبقى اما هيبقى اتعملت اما ما كانتش اتعملت. فالاجابة الصحيحة بي. صورة المضحكة دي مشهورة جدا. تم ارسالها لمئات الناس. اه مجهول. ببساطة شراء جدا. مجهول يا جماعة. تصريف التالت. يبقى انا لو بصيت كويس هلاقي ان ينفع بي او دي. هات بينسنت او هاز بينسنت. بس الصورة مشهورة دلوقتي في المضارع. فبالتالي هي بتتبعت دلوقتي للاف مئات النافت مش اتبعتت في الماضي. فهختار عشان هي مشهورة دلوقتي. هي اللي خلتني اخترت هاز. هي مشهورة دلوقتي في المضارع. فبتتبعت دلوقتي. لما وصلنا المسرح الممثلين كانوا بياخدوا صور. كانوا بيتصوروا. طبعا بعدها ماضي بسيط ثم ماضي اه مستمر. بس الممثلين ما كانوش بيصوروا. الناس بس الناس هي اللي كانوا بتصورهم. كانوا بيتصوروا. فمجهول في الماضي المستمر. والتصريف التالت لتر ايه. كتاب المكتبة ده قديم جدا. اعتقد انه قرأ بواسطة او بيقرأ بواسطة الكثير من الناس. خلي بالك هنا مجهول طبعا. يبقى لازم تصريف تالت. ولو ركزت هتلاقي ايه مجهول وبي مجهول. طب ما اخترتش ليه ايه وهتختار بي. وانا هختار بي فعلا. ايه السبب? لانه هنا يعني كان بيتقري. طب ودلوقتي ما بيتقريش ليه? هو موجود في المكتبة يبقى عادي بيتقري عادي. لتربيه الاجابة الصحيحة. في المضارع بيتقري ما هو هو قديم اه بس ما كانش بيتقري في الماضي مستمر وخلاص لا هو قديم وبيتقري ويتقري في الماضي وبيتقري دلوقتي مدرعة. الفندق ده افتتح قبل ما اه الشوء دي تبني. طب كويس. في النص قبلها ماضي تام. انا عايز ماضي تام في المجهول. يبقى اه امبالح مساء برنامج التلفزيون بواسطة حوالي امليون شخص. احنا بتتكلم في الماضي. اتشاف. اه هي الاجابة الصحيحة. قبل حلول الصيف اللي جاي وانتفقنا ان باي بيجي دايما بعدها مدة ثم ماضي تام. خلاص عشان باي دي يبقى ماضي تام. المصنع طبعا ما كانش بيبني ولكن كان بيتبني ماضي تام في المجهول هاتبين لتر اه دي هاتبين وتصريف التالت. تمانية وتلاتين اي ناط تو ذا تنس كمبيتشن اتخذت على منافسة في الاجازة. انا ما اخدتش المنافسة لكن انا اتخذت على المنافسة يبقى انا اتخذت وروحت على المنافسة على اه اه تسعة وتلاتين بعد الاشجار. اه كانت بتطقطع في الحديقة النهاردة. خد ذلك لازم بقى مجهول وتصريف التالت وما عنديش غير بس هي 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 الوحيدة اللي تنفع مجهول. هما ليه دايما بيعملوا نوكة علي بيتحقوا علي ايضان انا بما استمتعش انه يضحك علي ايضان انا ما بستمتعش اني يضحك علي خد بالك ان الافعال بيجي بعدها الفعل زين جي بس هنا يضحك علي مجهول يبقى الافعال اللي بيجي بعدها عين جي لما تيجي يبقى المجهول هي بقى والتصريف التالت المرأة سمعت بتصرخ اتسمعت ويا بتصرخ. الفعل زين جي عادي مش مجهول ولا حاجة. الست سمعت ويا بتصرخ مش بتتصرخ. حشان في ناس تقول لك مجهول لا. اتسمعت بتصرخ. هي اتسمعت مجهول اللي هي دي. اوكي مجهول اتسمعت بس اتسمعت ايه? بتصرخ سكريمينج اللي تارسيه. عادي مجهول معلوم. انا كنتش انا شفتش لص وهو برضو عادي مش مجهول معلوم انا شفت اللص بيكسر الشقة وبيدخل بريكينج ان بيقتحم. ماليوش الست او ما يدروش يلقو الست اللي اختفت. برضو الست هنا هي اللي اختفت. هي الفعل. يعني جماعة في حاجات بتبقى واضحة انها معلوم مش مجهول. الست اختفت مش اختفيت. الست اختفت عادي اختفت هي اللي اختفت. دي هي اللي جابة الصحيح. اربعة واربين. بوسطة من اترسم البرتري ده. بوسطة من يا جماعة لما تستخدم بوسطة من دي تستخدم باي هوم. بواسطة النموسة الليل اللي فاتت مش هو ارس النموسة هو اتقرس من نموسة يبقى هو مجهول يبقى واسبتن هي الاجابة الصحيحة. القصة اللطيفة دي تكتبت واسريتن مش هي اللي كتبت طاع حسين ولكن اتكتبت بواسطة طاع حسين لتر بي. نجيب محفوظ كتب نجيب محفوظ نقط تم ترجمتها للغات كثير برضو مجهول يبقى مفيش غير هالي جابة الصحيح. اه يقال واحنا حلنا زيها من شوية او بيتبلغ ان في حادثة. واحد من شعبيك الفصل بتاعنا اه اتكسر. مجهول. طبعا هو خلي بالك وان واحد يقول لي ويندوز جمع يبقى هاف لا 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 واحد منهم يبقى هاز بتلغبط ناس كتير ناس تشوف ويندوز دي فتختار على طول هاف لا 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 واحد منهم هاز بان لتر دي. هادير فوند مي هادير التاصل بيا والاكل بيتطبخ مجهول الاكل كان بيتطبخ وويل بيجي بعدها ماضي مستمر بواز بي ينجي وتصريف التالت الاكل كان بيتطبخ لتر ايه هالي جابة صحيح. وبكده شباب نكون هنا الجزء السادس من الوحدة السبعة وحللنا فيها سئلة بتاع كتاب جيم. اتمنى تكونوا استفدتوا. واتمنى كمان تكونوا اشتركتوا في القناة وفعلتوا الجرس وشيرتوا الفيديو لكل اصحابكم. ويلا اشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.